المواجهة محمود منور الدنيا زكا كريم كله تمام الحمد لله كله زالفول ريس صحي ولا منامتش لا منامتش منامتش لا؟ شكلك هتنام معايا لا لا أنا فائدة جمي منور الدنيا أخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله حل حبيبي أنا عايز أخش مباشرة في الكلام تمام؟ بينهم المقدمات عشان الوقت كمان ما يجليش وأنتم حضين حاجة حلوة قوي العين خطر في ايه؟ العين خطر في الجزء الأمامي جدا 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 وفيه فرق كبير قوي ما بين العين في الناحة الهجومية وما بين العين في الناحة الدفاعية بس بما نحن نكام على الخطورة أنا من وجهة نظرة كريم صعوبة المتش ده في الأفراد بتوع العين في الجزء الأمامي تتكلم على سوفيان رحيمي حد سؤال حرك طبعا بلاسيوس ولعيب اسمه كاكو ومين بقى اللي برا؟ لابا كوتشو اللعيب اللي كلنا عارفينه طبعا اللعيب اللي يعني برغم انه هو ما بيشاركش أساسي هو هدف الفرقة صح المشكلة اللي هتقابل النادي الأهلي من وجهة نظري هي في كم السرعات في التحولات اللي ممكن يقابلها العين اللي هيعملها الأهلي لو العين فضل اللي بيلعب تحت الكرة بيلعب على مرتدات وهو دي الطريقة اللي بيدربها اي حد اللي هو معاه طغيرات قدام ده رقم واحد رقم اتنين كم المهارات في المساحات الصغيرة دي اللي ممكن تعمل مشكلة للأهلي وهو فريق شبيه شوية للتحدي السعودي للأهلي اللي يعبوا السنة الفات تتكلم عن اللعيبة اللي قدام تتكلم عن بنزيمة وكان ساعتها كان رومارينيو لعيبة كتيرة جدا تعال نشوف في بعض الحالات المشكلة اللي هتكون ممكن تواجه الأهلي ايه السرعات والمهارات ولازم الأهلي يعمل حاجة معين وهي ان الأهلي يستخلص الكرة على طول زي ما كان بيعمل مع الزمالك يضغط ضغط عكسي ويخلي الكرة معا دي مباراة الوحدة ومباراة العين يا كريم دي مباراة دي كانت من أسبوعين ده يعتبر ديربي في العين اللي هو الأبيض والوحدة اللي هو الأحمر عاوزة أترك دايما سوفيان رحيمي بتحرك في ظهر الدفاع لو انت فكرت انك تقدم خط الدفاع شوية دايما سوفيان رحيمي شوالينا بس على سوفيان سوفيان رحيمي اللي بقى بين الاثنين سنتر باك اللي هناك دول نكمل بقى الكرة الكرة على طول هتتلعب له على طول في ظهر الدفاع كرة على طول دايما العين الإماراتي بيعتمد أكتر حاجة انه هو يبيلعب في ظهر الدفاع لو بيلعب خط الدفاع ماشي الصورة احنا بنتكلم وهتلاقي على طول الراجل هيحاول يعمل الأوفر وهتلاقي دايما هجوم العين الإماراتي زحمة كبيرة جدا الكريم من الآخر هم بيلعبوا بيسبت اتنين سنتر باك وقدامه اتنين ديفندرات وبيطير الفرقة كلها واعتماده أكتر على الأزيرة غير المهرب بتاعت لعبته في نص المرعب بص هنا دي نقطة نقطة تانية مهمة جدا وان الفرقة دي ما بتهزرش في الضغط العكسي هتقول لي هما بيضغطوا عكسي هما بيكسلوا الأفراد اللي قدام بس لما يضغط عليك ضغط عكسي وانت بتحاول تعمل الهجمة دي ممكن تعمل مشكلة النادي اللي قال لي دي برضو كرة ضغط وضغط عكسي سوفيان الرحيمي يا كريم عنده مشكلة كبيرة جدا لأي حد بيلعب قراره الأولي دايما بروح لاتجاه الجهر أول ما هنا استلم بيفتح زيوان نفسه وبيشوت سوفيان الرحيمي في أي حتة في الملعب بياخد القرار ما بياخدشه يلاعب الناس لا بياخد وعلى طول بيتجع المرمى دي اللي ممكن تعمل مشكلة النادي هنا نفس الكلام ده اللي بكلمك عليه ده لعيب رقم 19 اسمه سانابريا 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 لعيب حديث جدا كريب وستدخل وسط الخمسة عام عامل سيزور مرقص وقام داخل وقام شايت هي دي بس اللي بقولك عليها المشكلة لازم النادي الأهلي ما يخليش لعيبة العين الإماراتي تقرب لحتة دي لأن كم المهارات اللي موجودة يعني التلاتة اللي هلعبه فيه اتنين بره أسخم من التلاتة اللي بيلعبه دي طبعا الكرة اللي بقولك عليها الراجل الرقص بمهارة جديدة جدا طيب دي كنت بكلمك على القوة اللي موجودة عند العين الإماراتي في الناحية الهجومية بس أكبر حاجة بيتميزه هي سرعات التحولات تعالوا نشوف الهجمة اللي بعدها هنا زي ما بقولك الراجل الرقص وسط أربعة وخمسة ما عندوش أي مشكلة عندهم تنوعية كبيرة جدا يا كريم في الجزء الأمامي ما تعرفش مين بيلعب تحت الفراو ده مين اللي واخد الوينج مين اللي واخد الوينج الشمال اللي واخد الوينج مين عندهم تنوعية كبيرة جدا وسوفيان رحيمي بتحرك دايما تحت المهاجمين في كل حتة في الملعب بخصوص عن حدود 18 هنا زي ما انت شايف الوحدة لعب على نادي العين أول ما الكرة هتتخطف يا كريم شوف سرعة التحول بتاعة العين الإماراتي ودايما هتلاقي سوفيان رحيمي في أي حالة دفعية مش متواجد في الكادر أول ما الكرة هتتقطع بص يا كريم الراجل هياخد الكرة هياخد دي زقف لمسة تانية التالتة بص وكان عن 18 خد الكرة وزق محدش قادر يجيب الراجل سوفيان رحيمي مستني الهجمة المرتدة فأول ما الراجل هتطلع له الكرة وسوفيان رحيمي زي ما انت شايف هياخد الكرة هيجري على الجون أجريسف جدا جدا وحاد جدا على المرمى أول ما سوفيان رحيمي هيخش كالعادة عاوز يدخل على عادلته ودي كانت فاول نادي العين اللي هو ياخد وحدود منطقة الجزاء في الكرة كانت خطرة جدا الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هتلاقي أن نادي العين هنا تحت الكرة أو تتلعب أول ما الأول تتلعب أول ما العين هيقطع الكرة بص على سوفيان رحيمي كرة هنا تلعبت أوفر أول ما هيطلحها الدفاع عن نادي العين نكمل الحالة أول ما الكرة تلعبت طلحها نادي العين هتشوف على طول قبل ما الكرة التانية تنزل يا كريم سوفيان رحيمي واخد الراجل وبيجري والراجل على الطول هيلعب يسوفيان رحيمي في مساحة الفاضية هيسبق أي حد هيسبق أي مدافع وهياخد كرة وكالعادة هيقدر يعمل التحول فكرة برضو كانت خطرة جدا على نادي الوحدة وبصة كريم دايماً سوفيان رحيمي هو الأزمة اللي هتقابل النادي الأهلي وكان جيد نادي الأهلي بصراحة لعيب جامد جدا وهتلاقي الكرة جاية تلاقي بالعكس كرة بقى اللي بعدها دي برضو نفس الكلام أول ما تقطعت هتتلاقي بقى طول إيريك ده بالمناسبة لعيب باكليفت هايل الموجودة عند نادي العين باكليفت اسمه إيريك والناحية التانية اسمه بندر أحمد لعيب من مميزين جدا نفسك ليه بقى يا كريم بقولك الضغط العكسي تعال نشوف اللقطة دي مواطش الأهلي ولازم الأهلي برغم القوة الكبيرة اللي كانت موجودة عند الأهلي فيه لقطة كانت مهمة جيت مارسل كورر كان بتشنج وماران عطيها لما دخل تاكلنج على بنتايك كان فيها تعال نشوف الكورة اللي بعدها دي كانت من كورة مباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك هنا أول ما الأوفر هتلاقب عواد هيمس الكورة لحظة بس أقف أقف قبل ما عواد هيمس الكورة ماشي شايف حسين الشاحات حسين الشاحات مفروض ضغط عكس انت بتسترجع الكورة في مناطق الخاص مع طوب تدعب ضغط عالي أول ما عواد أخذ الكورة نكمل بقى الحالة هتلاقي الارتداد بتاع لعيبة الأهلي في الكورة الوحيدة اللي كسلت فيها يا كريم لأنه كان بيلعب بخطوط مفتوحة جدا وده المتوقع أول ما الكورة هتتلاقب عاوز أوريك بقى طبعا إحنا مش شايفين الكادر بص بقى هنا هو زعلان كولر هنا إنه عاوز الكورة تتلاقب بص بقى أول ما الراجل خاد الكورة بص عارف عمل دي كده يا كريم حسين الشاحات ساب الراجل بنتيك زق فبالتالي رامي ربيع ساب مكانه طلع من مكانه مران عطيه مع سوفيان رحيمي مع السرعات الموجودة عند النادي العين أنت محدش هيسمي عليك دي النقطة المهمة جاهزة حتى بص هنا حسين الشاحات ومراء عطيه بيلومه لأنه ده كان سبب من أسباب حصول مراء عطيه بقوله أنت كنت ضغطت بص حتى يديه بيقوله بالضبط بيقوله أنت كنت ضغطت أنا كان خلصتها من زبا فعشان كده كده مهم جدا الضغط العكس النادي الآلي أخنق العين إن الخالي العيب اللي اسمه كاكو أنه هو يقدر يتحكم في الكرة بعد الكرة التانية ما تنزل النادي الآلي وده شيء مهم جدا من السرعات المرعبة عند النادي